اشتركوا في القناة احنا مش محتاجين نجيب الشيطان لمس اكتاف ولا نجيبه بالضرب القضية احنا محتاجين نخلص علينا حقيقيا عشان نرتاح النهاردة جولة مهمة جدا جدا وصراع مهمة جدا صراع من اجل قضية لو تمت بفضل الله زي ما احنا عايزين وزي ما ربنا امرنا يبقى فعلا احنا كسبنا الجولة والمجتمع هيبقى كله نقاء وطهر وعفاف صراعنا النهاردة ضد التبرج اخوي وحبيبي واختي الفاضلة بكل اسف استطاع الشيطان انه يزيل كتير من بنات المسلمين من خلال تلميع القضوات السيئة فننات عالميات ومن خلال بيوت الازياء اليهودية استطاع ان هو يزيلهم التبرج فالبنت بقت فرحانة جدا وبتسأل دايما عن موضة الخريف وموضة الربيع والشتا والصيف وكل فصل بقى ليه موضة وبكل اسف مع ان ربنا امرها من اكتر من 1400 سنة وقال يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضمين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ايه عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم ورغم ذلك نسيت كلام ربنا واستمعت لنداء الشيطان اللي هو بيتمنى انه كل مسلمة تمشي وهي ترك الحجاب ومتزينة في اعلى درجة من الزينة عشان تفتن شباب المسلمين عايز ابدأ درس الليلة دي بمشهدين جمال قوي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اخت الفاضلة انت عارف ان دي وسيط مشفق يعني انا بأذكر اخت الفاضلة اللي هي اغلى عندي من كل حاجة وبقولك الكلام بكل رحمة وبكل ذوق واتمنى ان ربنا يفتح ويشرح صدرك يعني يفتح قلبك ويشرح صدرك للكلام ده عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وننتصر على الشيطان في الجولة ديت المشهد الاولى ان روال بخاري مسلم عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعطاء ابن ابي رباح الا اريك امرأة من اهل الجنة قال بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادع الله لي فخيرها النبي بين امرين قال ان شئتي صبرتي ولاك الجنة وان شئتي دعوت الله فشفاك قالت بل اصبر ويا الجنة ولكني اتكشف فادع الله لي قال لا اتكشف يعني انا مش فرق معايا ان انا اسرع ولا يحصل ايه بس المهم يا رسول الله ان انا لما اقع على الارض مش هايزة جسمي اتكشف شفت قد ايه حرصها على ان هي محدش يشوف اي حاجة من جسمها رغم ان هي معزورة لان كان عندها حالة صرع المشهد التاني المرأة المسلمة العفيفة اللي راحت تشتري دهب من بعض يهود بني قينقاها فواحد يهودي لقاها جلسة على جنب فحاول ان هو يروضها عن كشف وشها بس فقابت فرح اعمل حيلة ماكرة وربط طرف التوب من تحت بطرف التوب من فوق وهي مش واخدة بالها فجت تقوم فرجليها انكشفت فصرخت لانها مش متعودة انها تكشف اي جزء من جسمها وفجأة قام مسلم غيور شاف اليهودي اللي عمل كده رح قتله فرح اليهودي اكتموا على المسلم الغيور ده رحوا قتلوه واذا بالنبي يجهز جيشا كاملا ويجلي يهود بني قينقاع عن المدينة شاهد في الموضوع اخت الفاضلة ان لم يذكر في عهد النبي ان كان في حالة تبرج واحدة عمرنا مسفعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درس كامل عن الحجاب عشان يذكر بنات المسلمين بالحجاب عمر ما كان في وحدة متبرجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما النبي فقط حذر من التبرج وقال كما عند مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر النبي انهما نساء كاسيات عريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا اخت الفاضلة اسألك سؤال وخليك صريحة مع نفسك لو تعرض عليك شغل في شركة بعشر تلاف دولار في الشهر بس بشرط ان انت تكوني محجبة هتقبلي قللي طبعا واقل من كذا كمان طيب واذا كان ربنا عرض عليك جنة عرضوها السماوات والارض في مقابل ان انت تصلي وتتحجبي وتعبود ربنا ليه ما قبلتيش مع ان الصفقة هنا اعلى واعظم واغلى ورضى ربنا اغلى من كل كنوز الدنيا وكنوز الاخرة ورضوانهم من الله اكبر اخت الفاضلة لو دخل عليك النبي وجالك بيتك عشان يزورك ويتطمن على حالك مع ربنا وشوف حجابك عامل ازاي يا طرى هتقبلي النبي ازاي هتقبليه وانت لبسه حجاب ولا هتقبليه وانت لبسه لبسه تاني خالص وتخلي النبي يغضب عليك وبدل ما يتعيلك يدهي عليك وبدل ما يتشرف بيك ويبقى فخور بيك يتبرق منك يا طرى انهي حال يا طرى لو النبي شافك هيحبك ويا طرى لو قابلت النبي على الحوض يوم الايامة هيشربك ولا هيقول صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير الحقيقة هيزاقول حاجة يا معا لكل اللي سمعيني وكل اللي شايفيني فعلا بيدون مبالغة الحجاب مشروع قومي لاصلاح الامم الاسلامية في مصر عندنا في سنة من السنين لقينا واحد راح مطلع قرار واحد من المسؤولين طلع قرار ان ما فيش ولا عربية تمشي من بكرة ان لو لازم السواء يكون حاطة حزام ومركب حزام في العربية صبحنا تاني يوم الصبح لقينا الجرائد كلها بتقول مصر تحزمت بعد الدرس ده اتمنى من كل قلبي ان كل واحد يحجب بنته وكل واحد يحجب مراته وكل واحد يحجب اخته والدنيا كلها تتحجب ونصبح تاني يوم نقرأ في الجرائد مصر تحجبت مش زي برنابج اللي كان معروف ومنتشر اول فيه عندنا في مصر اسمه العالم يغني مفيش العالم يصلي يعني بحتاجين فعلا ان احنا نرجع لربنا مرة تانية ومحتاجين الامة ترجع عشان يبقى مشروع القوم اللي يصلاح الامة فضل الله الحمد لله عايز اقول ان الحمد لله من باب قول المولى عز جل وامة بنعمة ربك فحده لكن لسه برضو في عدد كبير برضو لسه ما تحجبش تيجوا نشوف مع بعض ونبحث في المسألة ديت ونعرف ايه اللي منعهم من الحجاب يعني ايه الشبهات اللي هم بيقولوها عشان ما يتحجبوش وتعالوا نرضى عليها في عجالة سريعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم واحدة بتقول والله يا جماعة يعني ايه الحجاب حجاب القلب نقول لها الرد بسيط ان مدام القلب انت بتقول القلب الحمد لله ابيض بربصه وزي الفل وطيد وانا عشان كده مش تتحجب وانا بحب الخير للناس كلها نقول ان لو صلح القلب لا استقامت الجوارح لان اللي قال كده حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واحدة تانية بتقول لما اقتنع بنقول له اختنا الغالية بنقول لها دن اسمه الاسلام يعني الاسلام يعني الاذعان والانقياد والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى يعني اللي مش محجبة مش مستسلمة لامر الله واحد يسمعها غلط واحد يقول مش مسلمة لا حسن يقول احنا بنكفرها بقول مش مستسلمة لامر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم اخت الفاضلة ده سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا ابضل الصلاة والسلام مجرد رؤية كان نايم فشاف رؤية بيأمره المولى عز وجل من خلال رؤية انه يتبع ابنه قام عشان يتبع ابنه طبعا ما يجيش والد حضرتك يقولك يا ابنيه اني ارى في المنام اني يذبحك قوله عم الحج ربنا بارف عمرك اتغطى كويس قبل بتنام ده سيدنا ابراهيم لان رؤية الانبياء وحي اما رؤية الاباء والاجداد عمرها مكانت وحي فاشات في موضوع انه مجرد رؤية رؤية قام عشان يتبع ابنه طب وجالك الامر صريح من المولى عز وجل بالحجاب ليه مش هتتحجبه يبقى لما تقتنعي لا ما ينفعش اقتنع لاني ده فرض وربنا امرك بيه واحدة ثالثة بتقول ادعييلي يا شيخ محمود ان ربنا يهديني والله يعني اصر ربنا نسا مقردش والله لما هريد ما في حاجة بتمنع وانت عارف اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العيل نقولك طيب انا هقولك حاجة صغيرة خالص لوان استلفت من حضرتك خمس تلاف جنين وقلتلك هردها لك اول الشهر فلما جيت تطلبي من الفلوس فين الفلوس يا شيخ محمود قلتلك والله لسه ربنا ما اردش اخت والله وانت عارفة اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العيل هتقبالي الكلام ده طبعا يقينا مش هتقبالي طب ليه بنحتاج بالمعصية على قدر الله سبحانه او ليه بنحتاج بقدر الله سبحانه وتعالى على فعل المعصية لا ربنا سبحانه وتعالى قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا خدي يعني بالاسباب كده في فضل الله سبحانه وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره لليسرة واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسن يسره للعسرة وما يغني عنه مالوه اذا تردى ان علينا للهدى باختي الفاضلة وان شاء الله ربنا هيكريمك وتلبس حجابك ان شاء الله الرابعة بتقول والله بين وبينك انا بحب ربنا بقى وده كفاية نقول لو بتحب ربنا اتبع كلام نبينا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله الخمسة بتقول يا جماعة بلاش التعقيد ده يا جماعة يا جماعة ده الدين يسره جميله حلو وميفش اجمل من الاسلام والوحدة يعني ايه يعني لما اخرج بميكرو جبه وميني جبه واللي نفسه جنسه اللي نفسه تلبس ايه المشكلة يعني ما الدنيا حلو يعني وجميلة وقوله رجالة ما يبصوش نقول برضو ما هو عشان الدين يسر ربنا امر بالحجاب من اجل التسير عشان الشباب يعرف يعبودوا ربنا وبدل ما يفتنوا وبدل ما ينتشر الجواز العرفي الجواز الوهب وجواز الدم والاشياء دي كلها يعني بنقول الدين يسر عشان كده ربنا امر بالحجاب من اجل التسير واحدة سادسة بتقول يا جماعة تبرج امر بسيط وهين انتوا نمكبرين الموضوع اكبر من اللازم وحطين عليه كده فلاشات صعبة كده نقول المولى عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تعالوا نرد على الشبهات اخواتنا اللي مش لابسين حجاب عشان يلبسوا حجاب ان شاء الله ولكن بعض الفاصل صلى على حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبك اللي يتمنى يشوفك لابس حجاب حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هيفتخر بيك على الحوض ويقول هي دي بنتي اللي سمعت كلامي وتحجبت وشرفتني بين الامم ربنا يبارف فيك واحفاظك بعض المتبرجات بتقول والله انا صغيرة ولما اكبر ان شاء الله اتحجب بس يسيبنا عيش يوميني كده وربنا يكرم ان شاء الله تعيشي لحد اما انخلص حتى الحلقة ديت سبحان الله كان فيه بنت متبرجة ومشية وكانت خارجة اخت محجبة ونفسها تدعو الى الله سبحانه وتعالى فشافتها بكل رحمة وحنان وانا بوصي كل اخت محجبة تتعامل مع المتبرجة على انها انسانة برضو اخت وحبيبة ومش ناقصها غير انها تلبس الحجاب وممكن تكون المتبرجة دي احسن مننا كلنا بس ناقصها بس انها تغطي نفسها فانعملها برفق ورحمة فعملتها برفق ورحمة وقرت لها ايه رأيك تيجي تخش معايا لمدة ساعة واحدة بس جنت قالت لها فين قالت لها ببيت ربنا فكانت فاضي قالت لها طب تعالي يلا دخلت معاها المسجد وهي متبرجة وعمل شعرها بقى كده في الخلاط وحطة بكاجات ومش عارف ايه ولابسة جنسة فالبنت المحجبة ربنا يا كلمة خرجت برش ثالث حجاب قت لها بس لبسي وقت الدرس وبعد الدرس الايه عشان ما حدش يبصلك قت لها حاضر دخلت التوضط لأول مرة وصلت المغرب وحضرت الدرس من المغرب لعيشة على وصف الجنة وصلت لعيشة وهو يا خرجة الاخت بقى للمحجبة قالت لها اذا حبيت تقلع الحجاب قلعي وازا حبيت تسيب الصلاة براحتك بس انا حبيت ادوائك طعم وحلوة الامان قالت لها والله عملي ما هسيب الصلاة لحد اخر لحظة في عمري ومش هلع الحجاب لحد ما لبس اكفاني ولا دخل قبري وهدع الى الله بنفس الرحمة اللي انت دعتين بها وهي خرجة من المسجد صدمتها عربية وماتت ومن مات على شيء بعث علي رقم تمانية بتقول الموضة بقى كده يا شيخ انت مش عايش في عصر التكنولوجيا والفضائيات والانترنت والحادة كلها وبعدين انت عارف يعني الموضة والسطايل والكلام ده كله عشان برضو بقى بنت عصرية اقول لها معقولة الموضة تكون اغلى عندك من كلام ربنا وانت فاكرة انك في الحجاب هيبقى شكلك مش كويس بالعكس ده الحجاب هينور وشك ويخليك ما شاء الله اجمل مما تتخيلي الف مليون مرة واحدة تانية بتقول والله بصراحة انا خيفة على منصبي ومستوى الاجتماعي وما خبيش عليك انا برضو يعني ما صدقت تعبت ووصلت للمركز مرموك والمركز ده بيشتارت لا يمكن اخش الشركة ديت او المكان دوت بالحجاب نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عنده مسلم يؤتى بأن عمي اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط مهما بلغ الانسان من منصب وجاه وفلوس ومتاع هينسى كل دوت بغمسة في النار لو كان بيعصى ربنا ولو كان انسان مطيع وكان عايش في فقر ومرض وتعب وابتلاء هينسى كل دوت بغمسة في جنة ربنا لو كان بيتع ربنا ويمشي وراء كلام نبينا صلى الله عليه وسلم واحدة عشرة بتقول المجتمع كله يا شيخ محمود كده انت ما بتنزلش في الشارع ده هو ما بين كل سبعين واحدة متبرجة واحدة بس محجبة المجتمع بقى كده اقولك دي اسوأ مقولة لاهل النار قال جل وعلا حاكيا عن اهل النار انهم قالوا ان وجدنا ابا انا على امة وان على اثرهم مقتدون وقال جل وعلا وان تتع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله اسألك سؤال اخت الفاضلة وبقول اخت الفاضلة لو كنت مريضة لا قدر الله روحت لدكتورة وقالت لك علاج وده قبل الاكل وده بعد الاكل وده كل 12 ساعة تعمل ايه تقولي طبعا همشي على رشدة زي ما الدكتورة قالت ليه اصلا الدكتورة ادرب مصلحتي ولو ركبت الطيارة والطيار امرك تلبس الحجام وتربط الحزام عفوا تلبس الحزام هتلبس الحزام ولا لا طبعا ليه لان الطيار ادرب مصلحتي يعني الدكتورة لما امرتك بالعلاج باوقات معينة كانت ادرب مصلحتك والطيار لما امرك بلبس الحزام كان ادرب مصلحتك ولما ربنا امرك بالحجاب ما كانش ادرب مصلحتك سبحان الله رقم 11 بتقول بص بقى بصراحة انا هسيبها لك بالكيلو انا بعمل حسنات حلو قوي وبصلي وبصوم وبزكي وبحج كل سنة مرتين ما عافش ازاي وبعتمر ما عافش وبعمل وبعمل خير كبير قوي قوي يعني انا كده 9 من 10 كل ما في الامر انا مش لابس حجاب او ايش دراكي ممكن تكوني بتصلي وممكن تكوني صايمة في يوم رمضان وخارجة في الشارع وانت متبرجة وانت خارجة صمت يوم وفتنتي 200 شاب اتفتن بيكي وبجمالك فيبقى انت كده اتسببتي في ضياع 200 شاب وانت صمت يوم واحد يعني ممكن يبقى عليك 100 99 يوم اخت الفاضلة المسألة ما بتتحسبش بالكيلو المسألة بتتحسب بان ربنا امرك بشرع وامرك بحجاب لازم تلتزم بي واعلامي ان كل شاب يبصلك ويتفتن ممكن يبقى في ميزان سيئاتك عشان كده لازم تحفظ على شباب المسلمين تحفظ على حسناتك وعلى دينك وعلى حيائك وعلى حجابك لان النبي هيتشرب بيك على الحوض لما يشوفك وانت جايه وماليامة وكنت البست الحجاب في الدنيا رقم 12 بتقول والله يبص بقى شيخ انا هقولك بقى بصراحة وانا مكسوف اقولك كلام ده في بنات كتير محجبات ومش كويسين اقولك طيب طب ما فيه شباب كتير ملتحين ومش كويسين يبقى نحلق الحيتي وفيه اطباء بيغلطوا يبقى احنا نلغي مهنة الطب وممكن تلاقي مدرس ومش كويس يبقى نلغي مهنة التدريس وفيه 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 يبقى احنا لو كل طايفة شفنا فيها حد مش كويس يبقى نلغي كل الطايفة ديت كلام ده مش منطقة اقولك حاجة احنا من ده كله لو فيه بنات محجبات ودول قلة طبعا ومش كويسين طب ما تيجي تلبس انت الحجاب بقى وتعليميهم ازاي محجبات وكويسين وتبقى قضوة ويبقى كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله واحدة بتقول انا عايزة تحجب بصراحة بس بجد انا خايف الناس يعني تتريق علي صخرية الناس والاهل وحبايبه واصدقائي هقولك طيب ومش هتكسف من ربنا لما تقبليه وتوقفي بين ايديه ويقولك ما تحجبتش ليه ومش هتكسف من النبي لما تقبليه على الحوض ويقولك ما لبستيش الحجاب ليه سبحان الله وبعدين مين المفروض تتكسف اللي لابس حجاب ومحتشمة ولا اللي مش عريانة المفروض هي اللي تتكسف مش انت اللي تتكسفي فمهمكيش واما سخرية الناس فما تنشغليش بيهم ده ربنا قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحقون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهينوا وما وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحقون على الأرائك ينظرون هل ثوبة الكفار ما كانوا يفعلون اللي بيترياء عليك في الدنيا انت هتسخري منهم وهتيتحكي منهم يوم الايامة لما تكوني في الجنة إن شاء الله رقم 14 بتقولي الحجاب زي الفل أنا مقتنع بالكلام ده كله كلام جميل وكلام معقول ما أقدرش أقول حاجة عنه بس المشكلة أنه بيأثر على شعري فبيخلي شعري يتقصف أقوليك بالعكس ده الشعر اللي بيبقى عريان اللي بيتعرض لأشعة الشمس والطلب هو اللي بتقصف أما الشعر اللي بتصان هو اللي بتصان وبيتحفز بفضل الله سبحانه وتعالى وبعدين معقولة حتى لو الشعر بيتقصف هيكون الشعر أغلى عندك من أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم رقم 15 بتقول خلاص أنا مقتنع تماما كلمك زي الفل عشرة على عشرة لكن أنا إن شاء الله هتحجب بعد الجواز أقولك طب أختي أنت عارفة ربنا بيرفع عمرك وأحفاظك تعارفة أن الحالة جيه مسوق نايمة وما فيش الجالة بيجوزه دلوقتي إلا من رحم الله ويعني حالات الجواز بقت نادرة حضرتك يعني هتفضلي قعد لحد أم يجي ابن الحلال يغطيك طب يفرد ابن الحلال ما جايش مش هتتغطي ربنا يكرمك اتغطي عشان ربنا يكرمك وتتجوزي وأنت عارفة الجواز ده رزق وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فلما تعوز إن ربنا يرزقك بزوج صالح البس الحجاب عشان يجي لك واحد عايزك محجبة أو إلا لو جالك واحد يتجوزك وأنت مش محجبة أو قال لك بصي لو اتحجبتي تبقى طالق هتعمل إيه في اللحظة دي فالبس الحجاب وتأكد إن ربنا هيرزقك بأفضل زوج في الدنيا ولهم ما رزقش بزوج فكفاء إن انت قطعت كلام ربنا واسمعت كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عشان يوم القيامة ربنا يرزقك بزوج مطهر في الجنة ربنا يا رب يجوز كل بنات المسلمين واحدة بتقول والله أنا عايز أتحجب بصراحة بس جوزي رافض مش عايزنا أتحجب أقول لك حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ممكن الزوج يعترض عليك في بعض المسائل إنما عشان ينهاكي عن فرض ربنا أمرك به لا يجوز يعني في الصيام النافلة ممكن تستأذن الزوج إنما في الصيام رمضان لإنه فرض ما ينفعش تستأذني لازم تصومي حتى لو كان هو مش عايز برضو في الحجاب الحجاب فرض فما ينفعش تستأذني في الفرض أخت الفاضلة ونمرى 17 بتقول والله والحجاب حلو بس الدنيا حر وأنا ما بيستحملش الحر فعشان كده ما قدرش نقول قول المولى عز وجل قول ناره جهنم أشده حرا لو كانوا يفقهون وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم حفت الجنة بالمكاره الجنة محفوفة بالمكاره بالأشياء اللي بتكرهها النفس هو مين في الدنيا يتمنى يفضل صهران لحد صلاة الفجر ويقوم في عز البرد والتلج ويخرج يصلي في الظلمة لأن النبي قال بشر للمشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقال من صلى البردين دخل الجنة والبردين ومعصر وليه والفجر وربنا أمرنا بالصلاة الخمس في المساجد عشان نسجد لربنا ونعبد لربنا سبحانه وتعالى يبقى حفة الجنة بالمكاره رقم 18 بتقول الحجاب بيعوق عن العمل أنا بشتغل والحجاب بيعطلني نقول عفة المرأة أعظم من كل شيء ورضى ربنا أغلى من الدنيا واللي فيها ده احنا عايزين نقول حاجة ده الممرضة والدكتورة في غرفة العمليات بيلبسوا نقاب أو حجاب علشان عدم انتشار الفيروسات فمن باب أولا نلبس حجاب عشان عدم انتشار الرزيلة وعشان نخاف من ربنا وعشان بنحب ربنا وبنسمع كلامه رقم 19 بتقول خايف ألبس الحجاب لحسن يبقى شكل وحش بالعكس لما هتلبس الحجاب ربنا هيكرمك وهينور وشك وهيحبب فيك يكتوب الأرض وهيارزقك بزوج صالح يعينك على طاعة ربنا وهيحبب فيك الدنيا كلها لان ربنا لو حبك يخلي جبريل يحبك وجبريل يخلي ملكة السماوات السابع يحبوك ويلقى لك القبول في الأرض تعالي نشوف رحلة سريعة كده في الدقيقة اللي بفضلة ان لو دخل عليك ملك الموت وانت مش محجبة هينادي عليك بايه لكن ده لو دخل عليك وانت محجبة هينادي عليك بأجمل نداء ولو دخلت القبر وانت محجبة هيكون القبر راض من راض الجنة ولو انت مش محجبة أخاف عليك ولو يوم القيامة شفت أهوال يوم القيامة وفي أفراح يوم القيامة يوم القيامة هتلاقي ميزانك كوحدة محجبة هيكون تقيل جدا بالحسنات ولو كنت مش محجبة ياما ظلمت الشباب كتيرة اتفتنوا بيك يشوفي ميزانك هيخف ازاي ويوم القيامة هتلاقي الصحف الصحف بتترمي وتلقى الصحف هتاخد صحفتك بيمينك ولا شمالك لو كنت محجبة يقين ان شاء الله بحسن ظن بالله هتاخد صحفتك بيديك اليمين يوم القيامة لما تكون محجبة هتكون في ظل عرش الرحمن ولو مش محجبة بخاف عليك جدا يوم القيامة هتروح الحوض النبي والملايكة هتقول للنبي دي كتت محجبة ودي رفضت الحجاب فالنبي شرب المحجبة ويجي للي مش محجبة أخاف عليك ان انت تتحرمي شوف أنا بقول ايه بقول مش بابولش بقول أخاف عليك تتحرمي من شربة من ايدي النبي صلى الله عليه وسلم أكيد يوم القيامة وانت معدية من على الصراط أكيد لو كنت محجبة هتعد بسرعة ولو ما كنتش محجبة الشاب اللي فتنتيه وهو مرمي في النار بيتعذب بسبب فتنتك هيقول يا رب هي دي اللي فتنتني يا رب هي دي اللي ضيعتني وضيعت كل حاجة جوايا أختي الفاضلة لو لبست الحجاب هتيجي يوم القيامة على باب الجنة تلاقي أمك عائشة وخديجة وحفصة وسودة مستنينك هتجر عليهم وتقبلهم وتحضرهم وتقول أنا بنتكم هيفرحوا بيك هتخش الجنة وتنسي كل شقاء وبلاء لكن أختي الفاضلة وماذا بعد الحجاب لو لبست الحجاب اوعي تلبس الحجاب وتكوني مش ناوية تصلي وتكوني مش ناوية تطيع زوجك وتكوني مش ناوية تبر أمك وابوك وتكوني مش ناوية تكوني صدقة وتكوني أمينة عايزك تلبس الحجاب وتكوني قضوة لكل واحدة في الدنيا تكون لها وتقول لهم هو ده الحجاب وهو ده الإسلام وبكده نكون انتصرنا على الشيطان ونكون جبناه بالضربة القضية ونكون قضينا عليه بفضل الله وتكون كل بناتنا رجوا مرة تانية بالله عليك بالله عليك جدد البايع مع رسول الله وقول من اللي لدي هلبس حجابي عشان النبي يفتخر بيه يوم القيامة وعشان أنقص شباب المسلمين من الضياع وعشان أحافظ على ديني وحيائي وإسلامي ربنا يباركلك وحفظك كل اللي هتجدد البايع اللي لدي مع الرسول وتلبس الحجاب والله هدعي لها أن ربنا يجمعنا بيها في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر تصارع من دومات الدنيا والشواء